خزين اللحمة من السنة للسنة من غير فريزر ايوة من غير فريزر يعني الفريزر بتاعك هيبقى فاضي تحطي فيه بقى الخضار والفكهة اللي انت عايزك جمديها وما تشيليش هم تخزين اللحمة دخل علينا العيد الكبير وكلنا بيبقى ما عندناش مكان في الفريزر فريزر التلاجة صغير ما بيكفيش اللحمة والحاجة اللي احنا مجمدينها تعالى اقول لك ازاي تخزينيها من السنة للسنة وتعيش معاك بس احنا ان شاء الله يعني هتكمل سنة داية اخرى شهرين وبتخلص من كتر اكلها طبعا انت غاسلة اللحمة هنجيب طبق وفي مية وهنحط كيس ملح ولا تحطي لمون ولا خل ولا اي حاجة كل الحاجات دي هتغير طعم اللحمة اللمون بيدخل جوه الانسجة بتاعت اللحم والخلي كمان فمش هتعرفي تزيل طعمها واحنا عايزين لحمة طبيعية فريش كل مرة واحنا بنطبخها مش عايزين طعمها يتغير هنجيب كيس ملح وحبة مية وهننقع اللحمة ايا كان كمية اللحمة زي ما انتو شايفين اي لحمة انت عايزة تخزنيها ايا كانت بقى ريضاني اي نوع لحمة انت تحب تستخدميها هنقع اللحمة كده في مية بملح المدة ساعة تنزل كل السويل والدم اللي فيها هنا نزلت كل السويل والدم اللي فيها هسيبها ساعة كمان تصفي المية والدم والسويل اللي موجودة فيها بعد ما شطفتها كويس بمية نظيفة من غير اي حاجة كنت الاول نقعناها في الملح بعد ما نقعناها ساعة في الملح نزلت الدم والسويل شطفناها كويس بمية نظيفة حطناها في مصفة هنسيبها ساعة تصفي كل سويل الدم اللي فيها زي ما انتو شايفين جبت صانية كبيرة وسبتها تبقى سخنة قوي على النور وحطيت حبة حبهن شايفين الحبان في الصانية اهو وهبتدي انزل باللحمة كده عشان تاخد صدمة وتنزل كل السويل اللي باقية فيها والدم اللي نزل فيها طبعا احنا غسلينها غسلة متينة منزلة كل الدم والسويل اللي فيها ومصفينها منزلين كل حاجة منها وكمان هنشوحها تنزل كل اللي فيها برضو بعد ما نزلت كل السويل اللي فيها لمحطتش اي توابل غير الحبهن عشان بيحافظ على راحتها وطعمها عندي كيلو سمنة بلدي اوعد حطي اي سمنة كيلو سمنة بلدي الكمية اللي انت عملها قد ايه صارة انا عملة خمسة كيلو لحمة ما شاء الله عليهم كيلو سمنة بلدي بعد ما شربت السويل وشربت الدم بتاعها وشربت كل حاجة وبقت نشفة قدامي نزلت عليها بكيلو سمنة بلدي طبعا السمنة دي واللحمة دي هتعملي بها احلى طواجن هتخدم علاقة سمنة من بتاعة اللحمة طبعا واخد طعم اللحمة بشكل غير طبيعي ورحتها وطعمها تحفى السمنة بتخدم علاقة سمنة وتقلي بيها البصلة وتنزل بكم حتة لحمة من اللي احنا مشوحينها دول وتعملي احلى طاجن خضار بقى طاجن بامية طاجن بطاطس احلى طواجن اللحمة دي قبل ما يبقى في تلاجات وفي فريزر كانت بتتعمل ايام جدودنا وكانت بتتشال في النملية زي ما انتو شايفين بعضا ما حمرتها كويس جدا في السمنة وبقت اللون البني ده حطيتها في برطمونات وحطيت السمنة معاها هتجمد ووريكو شكلها بيبقى عامل ازاي زي ما انتو شايفين الخمسة كيلو دول بيعودوا معايا شهر ونص عايز اقول لكم بقى عايز اعمل بامية عايز اعمل صنية بطاطس في الفرن عايز اعمل كوسة باللحمة اي خضار باللحمة بطلع العدد القطع على قدي انا وجوزي وعيالي وبطلع معلقة سمنة كبيرة اقل فيها البصلة واقل فيها البامية او اي نوع الخضار زي ما انتو شايفين يعني انا هو هعمل بامية طلعت اربع قطع هطلع بقى ايه حبة من السمنة اللي هقل البصلة والبامية فيها لا هحط زمنة ولا زيت احلى حاجة ان انتو تطبخي بسمنة شربة طعم اللحمة نفسه واللحمة جاهزة ولا هتفكي ولا هتسلقي ولا هتعملي اي حاجة زي ما انتو شايفين اجدادنا كانوا زمان ما فيش فريزر ولا تلاجة كانوا بيعملوها انا على فكرة شايلها في التلاجة مش بشيلها برة في المطبخ هما زمان كانوا بيحطها في النملية لما كانوا بيسافروا الحج والعمرة بياخدوها معاهم والحد الان وهم مسافرين العمرة بياخدوها في القوضة في الفندق مع بطجاز صغير كده اللي هو المحمول ده وبيطبخوا لاني مش كل المصريين متعودين على الاكل السعودي او بيحبوا الاكل السعودي طبعا احترمنا للناس السعودية طبعا ده ما يمنعش ان اكل حبيبنا في السعودية اكلهم مش تحفظ اكلكو تحفظ تحفظ الله ومبارك بس الاكل ثقافة وكل واحد حسب ما تربى وتعود احنا المصريين بنحب الاكل الدسم جدا فتعودنا على ثقافة اكل وانتو عندوكو ثقافة اكل احترامنا لجميع الناس وسعية وصفة ما تبقاش عجبة ناس كتيرة وفيه شخص بيحبها جدا الاكل ازوائي يا جماعة فيارب محدش يزعل من كلام واحترامي الاهل السعودية احسن ناس واحلى اكل كمان زي ما انتو شايفين لو انت بتشتغلي هتسهل عليكي قوي هتجي من الشغل هتلاقي نفسك بتعملي اي طبيق بسهولة لهتفك لحمة ولا هتسلقي ولا هتسوي وهتقلي على طول ده غير ان هتوفر مساحة الفريزر معاكي وهتسهل عليك